اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في لقائنا اليومي المتجدد مع برنامجكم برنامج همزة وصلة على مدار الساعة تقريبا نتناول موضوعا بالنقاش بالحوار بطرح التساؤليات ووجهات النظر نتدخل نحن وإياكم والمتخصصين حول هذا الموضوع لطرح الكثير من الجوانب والتعرف على الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع بكل تأكيد مصر هي الوطن التي ضحى من أجلها الكثيرون ضحوا بالكثير بذلوا الكثير قدموا الكثير أيضا ومن ثم كانت هناك تضحيات سجلها التاريخ ورصدتها لوحات الشرف ولكن هل كل التضحيات وهل كل بذل والعطاء يستوي؟ رجال الكوات المسلحة ورجال الشرطة ضحوا بما لا يتكرر بما لا يعود مرة أخرى ضحوا بالنفس بالنفيس بالحياة ذاتها هل نستطيع أن نرد ونعترف بهذا الجميل وهل رد الجميل كافي وهل هو مجرد جميل نعتبره كمن قدم مالا أو كمن قدم عملا أو قام بشيء؟ لا يستوي الأمر شهدنا منذ يومين تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء شهدنا لوحة الشرف نشهد كل يوم التضحيات وما يقدم من أجل هذا الوطن إذن ما هو الدور وكيف يتم تكريم هؤلاء الشهداء في مرقدهم وكيف يتم تكريم أسرهم ودعمهم في الحياة وما هو دور المجتمع والدولة؟ من ثم سؤال حلقة اليوم هو كيف يمكن دعم ورعاية أسر الشهداء الجيش والشرطة؟ بكل تأكيد مشاركتكم وعرأكم إبداء كافة المقترحات التي من الممكن أن تكون تكريما لهؤلاء نستقبلها نطرحها أيضا على من يشاركونا بالمداخلات الهاتفية خلال الحلقة كل التواصل يمكنكم من خلال فيسبوك، تويتر أو جوجل بلاس، كايب، انستجرام على همزة واصل إي جي هذه المواقع تصلنا من خلالها أرأوكم نعرف بعض من وجهات النظر ونطرح بعض من وجهات النظر على المتخصصين قبل أن نخوض في موضوع حلقة اليوم دعونا نتابع التقرير التالي لنشهد في العيون الفخر والعزة والكرامة من أسر الشهداء ولكن هذه النظرات امتزجت أيضا بمرارة الفقد والفراق تابعونا من أجل الحفاظ على تراب الوطن الغالي مصر تحملت الكوات المسلحة وكوات الشرطة أمانة حماية الجبهة الخارجية والداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الإرهاب وتطرف التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في كل مكان من هنا جاء التقدير من كل جموع الشعب المصري للتضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الظلام وشددت جموع الشعب على ضرورة تقديم الدعم والرعاية لأسر شهداء الجيش والشرطة شعب دعا إلى ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الكوات المسلحة والشرطة المصرية في حروبهم المستمرة ضد الجماعات وتنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى نشر الفوضى والدمار كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه خلال الاحتفال بعيد الشرطة السادس والستين الذي أقيم بمقر أكاديمية شرطة وجهت تحية للشهداء وأسرهم وعائلتهم مؤكدا أنه لا توجد كلمات أو تكريم يفي بحق الشهداء وأوضح الرئيس أن هناك الكثير من الأخطار تحيط بالوطن مؤكدا أهمية الحفاظ على الوحدة والهدف وعدم السماح بتغيير بصلة العمل الوطني وتقويد الجهود التي تتم لحماية الوطن من الأخطار كافة ليست هناك كلمات أو تكريم يفي بحق هؤلاء ما كنا لنحية لو لا أنضح هؤلاء بحياتهم ما مقابل هذه التضحية كيف تقيمها وكيف تقدرها كيف تعترف بها وكيف يرد الجميل هذا هو موضوع حلقة اليوم ولكن قبل أن نخوض ونبدأ فيه المداخلات الهاتفية دعونا نتعرف على بعض الأراء التي وصلتنا عبر موقع التواصل الاجتماعي وأذهب إلى زميلي محمد عبد الحكم مساء الخير محمد مساء الخير محمد مساء الخير مشاهدين الكرامبل فهناك العديد من التعليقات حول أسؤال حلقة اليوم الذي يقول كيف يمكن دعم ورعاية أسر شهداء الجيش والشرطة البداية مع محمد الشريف اللي بيقول الدعم لابد أن يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلوات التي كان يتقضها قبل استشهاده على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلوات أفراده في الردبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها تخصيص نسبة في مصابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم كما يتم تخصيص نسبة من تلك الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء فإذا كان الشهيد غير المتزوج أو كان أولاده قصر أو لم يكن له أولاد فتخصص لإخوته محمود الضو يقول يمكن دعم ورعاية شهداء الشرطة والجيش أنهم أبناء شعب مصر ورعاية والعناية بأسر شهيد الجيش والشرطة لتقديم رعاية كاملة اجتماعية ومعنوية وعلمية ومنحهم لقب أسرة الشريف لكل شهيد من أبناء الوطن الذي يفدي بروحه ويشرف تراب مصر لحماية وتعمير ونشط السلام وكرمة الشهداء محفوظة في الحياة الدنيا أخيرا أيمن النصر يقول رحمة الله على الشهداء الوطن من الجيش والشرطة والشعب ضحايا الإرهاب والجماعات المتطرفة التكفرية أعداء الإنسانية وخوانة الأوطان الذين لا دين لهم ولا وطن إلا تنفيذ أجندات خارجية للعبث بأمنوا استقرار الوطن نعم لدعم شهداء الجيش والشرطة وأبناء الشعب الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بقاء هذا الوطن إذن هناك اقترحات كثيرة محمد سليمان لكي يتم تخليد أسماء هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم ضحايا في الإرهاب الأسود وضحوا من أجل رفعة هذا الوطن أنتقل إليك الآن لكي تستقبل أولا تصالاتك الهاتفية بكرك محمد وأشكر مسايدين الكرام على هذه المشاركات الأعمال والنتائج وبقاء هذا الوطن هو التخليد الحقي لكل هذه التضحيات ولكن لنقف معا عزيزي المشاهدين ولو لحظة نتأمل كيف يذهب شخص بمحض ذاته وإراداته ووعيه الكامل إلى الموت من أجل هذا الوطن دعونا مشاهدين الكرام نبدأ المداخلات الهاتفية نتعرف على الدور الذي يجب أن يكون ويجب أن يستمر ما قامت وما استمرت الحياة على هذه الأرض مع أسر الشهداء عرفانا واعترافا منه كدولة وشعب بهذا الجميل الذي تقدم معي على الهاتف الأستاذ جمال شتى والد الشهيد هشام شتى وسيكون معي أيضا سيادة اللواء مجدي الباسيوني الخبير الأمني والأستاذ محمود بدوي رئيس جمعية حقوق الإنسان أستاذ جمال شتى بعد التحية دعني أتعرف بداية على ظروف الموقف أو الحدث الذي افتقدنا فيها الشهيد أهلا بحضرتك أنا والد الشهيد هشام شتى نعاون مباحث مركز شرطة كرداسة اللي اختشهد يوم 14.08.2013 وقت الهجوم الغادر على مركز كرداسة قد أن يصد اعتصام ربع ونعضة لإفهادتين وهشام كان بايت في المركز والصبح خاصة لعملية الهجوم وأد إلى استشهاده هو وزميله للشهيد سيدي دعني أتعرف على شعورك إحساسك هو في الحق سؤال غريب يعني حين تلقيت الخبر وماذا بعد من موقف المحيطين كمجتمع وموقف الدولة تجاه أسرة الشهيد بالكامل هو شعور الأب أو شعور الأم أو شعور الزوج أو شعور الإبن والإبنة ده صعب أنه هو يتم التعبير عنه بكلام كل معنالك أنه هو ألم نفسي ما بعده ألم نفسي اللي بيصلح من الموضوع ده هو اللي بيصلح من الشرخ اللي خسر في نفوس خسر الشهداء هو الدعم المعناوي اللي بتقدمه في الدولة للأحصاد للأسرة الشهيد لأن فعلاً لما الأسرة تفقد الإنسان عزيز عليها في لحظة في لحظة يعني مبقاش مثلاً مبقاش متوقع حاجة زي كده لكن في لحظة بيتفقد عزيز لديها بد بيحصل في الزجال للأسرة عملك يمكن أنا مثلاً واحد من الناس اللي عمل يعني إصلاح للشارك النفسي لما بينهم مديني أنا ونفسيتي ووالد الشهيد لما قابلنا سيد الرئيس واتكررنا من سادته في 31-3-2014 حقيقة أنا أشعرت في الوقت ده هو أن أعلى سلطة في الدولة بتتحن علينا وبتطيب خطرنا وحقيقة يعني يكتلم وبيشعر بقرب الرجل ده هو بيحس بأمان وبحس أني فعلاً ليه أخ وليه أب يعني إحنا من سن واحد لكن بحس أني في قبض بيحنوا على الواحد وبيهدي من روحه وبيهدي من معنوياته وبيخافف عنه الحلم لكن الدولة مثلاً يعني الحمد لله ما بتبخيش بالرعية المعنوية ودلج من نحن الرعية المعنوية وغض المظهر عن أي حاجة تانية لأن أي حاجة تانية عمرها ما أتعود بصرة الشهيد عن سخدانه هي النحية المعنوية نعم السيد وستاذ جمال شتى والد الشهيد هشام شتى كل التحية والتقدير لأسرة الشهيد كل الدعاء بأن يكون مسواه الجنة وبكل تأكيد هذا الدور هو ليس دور الدولة وحدها وإنما هو دور المجتمع بأكمله أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة أذهب إلى سيادة اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني يعني سيادة اللواء بعد التحية هل للتكريم أو تكريم الدولة بشكل علني وشكل واضح في المحافل وفي المواقف يعتبر بعض التعويض المعنوي لأسر الشهداء عما انفقدوا؟ هو أولاً هو نموذج لما يجب أن يكون لكن ما ننتظرش أبداً نشوف كلمة الأستاذ جمال شتى والد الشهيد قال إيه؟ قالها أكتر من مرة ترى أن يكون التكريم معنوي التكريم المعنوي هو أسمى آيات التكريم مش المادي مطلوب كل حاجة ومطلوب خدمات وهو الأرض المادة لا تعود فقد إنسان يعني لا لا تعود أي أن كانت مهما كانت يعني أولاً الشهيد كانت مكافأة من الله سبحانه وتعالى أصبر تكريم له لأنه في الجنة طحية ولكن الأسر هنا إحنا ناخد نموذج يا سيد الفاضل من اللي حصل من يومين اثنين هو النهاردة الرئيس الدولة وزي ما قال والد الشهيد كده رئيس الدولة لما يمسح لمعطفنا بالمنديل كده ويحتضن دي ويحتضن دي ويقعد يتكلم معاهم إحنا أنا عاوز دي نموذج كل المسؤولين في المحافظات رئيس الدولة هنقابله أو هيقابله يوم 25 هيقابله يوم 6 أكتوبر في احتفالات أكتوبر لكن أنا عايز المحافظ رئيس الحي المأمور الشعب يا خلال الشعب جران والمحاطين وكل من عارف صحيح الأحزاب لأن أسر الشهداء متأشرين في خرى وإلى آخر ما ينتظروش بقى يوم الذكرى ويوم الاحتفالات لأ أنا عايز التكريم مستمر وبعدين هو النهاردة لو أنا النهاردة رحت كرئيس حي رئيس مجلس مدينة أو محافظة وينتأ أنا اقتراحي ما عارفش أنت كان معمول بيواء لا ينتأ مكتب متخصص لمتابعة احتياجات قصة للشهداء في كل محافظة ويكون طرع منه في الحي وكذا في مدرية الأمن ينصقهم مع بعض أو سيدات يعني ممكن مثلا يكون فيه كرنيه شهيد مثلا أو 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 ما يشير إلى أن هذا الشخص هو والد أو زوجة أو ابنة أو ابنة لشهيد أو أخ أو ما إلى ذلك أنا عايز أقول لحضرتك أنا قلت لكم بيوتكم هاو أنت طلباتكم إيه من خلال مندوبين يا ناس نعم أسر الشهداء الشهداء زي ما قلت في الجنة أسر الشهداء محتاجين حاجات كتير قوية وما أعرف حالات والله مش عارفين يروحوا المين لا أنا اللي هجي لك بيتك وانا اللي هعرف من خلال المتابعة ودية مش صعبة والله ما هي صعبة صحيح من أحزاب من عمدة العمد دورهم والمأمير والمباحث وهو إلى أخذ يعني هو ده التكريم الفعلي نعم سيادة اللواء أرجو أن تبقى معي أذهب الآن إلى الأستاذ محمود بدوي رئيس جمعية حقوق الإنسان أستاذ محمود بعد التحية يعني سيادة اللواء يرى أن تكريم الشهداء لا يتوقف على يوم فقط هناك دور بكل تأكيد حق للشهيد هو يساوي حق وجود وطن يعني فمن ثم هذا التكريم لابد أن يستمر من الدولة وهذا التكريم والدعم يستمر أيضا من المجتمع المدني من وجهة نظرك كيف يستمر هذا التكريم دون توقف ودون احتياج أسرة شهيد إلى أي شكل من أشكال الدعم أيا كان المادي أو معناه أيا كان بداية تحية الحضرتك ولضيوفك سيد جمال شفا ولد البطل الشهيد ولستاذ المساعد مجد بيل بسيوني وطبعا كل تحية والتقدير في عيد الشرطة لأبطال مصر العظماء خلينا أقولك أننا هنا أما نتكلم ربما أتناول الأمر من نوزة مصر ربما تختلف شوية عن ما تكلم سيد المساعد نحن هنا النهاردة بقول أننا كمجتمع مدني وكموطنين عاديين بنقول أن تكريم هؤلاء الأبطال لازم يكون بأننا نعرف أولادنا ونعرف كل الناس ونتحدث دائما وأبدا كل يوم وكل ساعة وكل ديئة بما قدموا للوطن من تضحيات كبيرة جدا عشان إحنا النهاردة أنا وإنتا قاعدين في جوتنا النهاردة وبنتكلم وإنتا رايح عملك وغاية من عملك في أمن وأمان إحنا هذه جملة بسيطة هي وجود وطن يساوي ما قدمه والسعيد أكيد هو عامل مهم كدا في بقاء هذا الوطن في الظل اللي نحن نشوفه حاول أننا يحصل في كل البلدان العربية النهاردة الناس دول أو هؤلاء الأبطال اللي هم قدموا دماءهم الزكية كوقود لحركة تحرر هذا الوطن لازم النهاردة لا يقتصر تكريمهم عندنا على مجرد أننا جاي باتكلم عنه في عمل درامي أو باتكلم عنه في برنامج أو حتى أننا باتكلم عنه في يوم لتكريم الشهداء لازم النهاردة أن فكرة أن الدولة كلها تكون كلها بتتكلم بشكل مباشر وشكل دائما النهاردة ما بلاقي تياس الرئيس دموعه بتنزل وبيكرم أحد الفتيات أبناء بنت أحد الشهداء كلنا تأثرنا كلنا تأثرنا المشهد ده رأس الدولة النهاردة قاعد دموعه بتنزل حزن على الموقف وكل وطني مخلص في بيته وجد أو شاف هذا المشهد بالتأكيد على ألف أم ولا ألف إبن إحنا النهاردة أبسط شيء نقدر نقدمه له إن إحنا النهاردة لازم إن إحنا نعزز فكرة إن الأمن مسئولية مجتمعية عشان النهاردة ما يسقطش شهداء جداد وخطال حضرتك لازم إن إحنا كلنا نكون كلنا بنعض بالنواجز على أمن هذا الوطن إن النهاردة المواطن العادي هو كمان رجل أمن في مكانه وفي مقيته لابد من تعزيز السخة ما بيننا وما بين الأمن لابد من تعزيز فكرة المسئولية المجتمعية ما بيننا كلنا عشان نقدر كلنا إن إحنا النهاردة نحافظ على بقاء هذا الوطن لإن في ناس تانية يقدموا دماغهم علشان هذا الوطن يفضل موجود ويفضل باقي وخلوا الموضوع ده أمانة في إيدنا وفي إيدين زملاء ليهم نهاردة لازم كلنا نعظم كل هذه الاستفادة من كل التضحيات ومن كل الناس اللي سختوا إن شاء الله بإذن الله نحسبهم في الجنة عند ربنا سبحانه وتعالى فبنقول إن إحنا النهاردة لازم كلنا كل يوم وكل وقت وكل ساعة نأكد على فكرة إن هذا الوطن إذا كان باقي الآن فهو باقي بإرادة هؤلاء الأبطال وباقي بإدماع هؤلاء الأبطال العظماء هم مش أول الشهداء ومش آخرهم إن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يلهم أهلهم استبروا سلوانهم أكيد في مكان أحسن وبلدنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمها بالأمن والأمان ويبعد عننا خالص فكرة شبح الإرهاب الأسود الجباني اللي بيغتال أولادنا وبيغتال أفصالنا وبإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أستاذ محمود أيضا إذا ما حاولنا ترجمة هذا الدعم المعنوي وترجمة أيضا الدعم المادي وترجمة الاعتراف بحق الشهيد إلى واقع من وجهة نظرك ما هي الآليات التي يمكن من خلالها ترجمة الاعتراف بالجميل الاعتراف بالجميل طبعا إحنا مش هنقول الاعتراف بالجميل لأن جميلهم هو أكبر من إن إحنا نقدر إن إحنا نوفيح لكن خلينا أقول إن إحنا بنقول ابتداء من عند بيتهم الأساسي وهو وزارة الداخلية أنا أظن إن وزارة الداخلية بتقدم كثة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر السهداء وخلينا اكت كمان على فكرة الدعم المعنوي هو في الاساس هو في المقدمة لان اي مكان من اموال او اي مكان من امور مش هتكفي فكرة ان احنا زي ما قلنا ولد او بنت فقد اهله او اب او ام فقد ابنه نهاردة ما بنقول الدولة ممثلة في رئيس الدولة النهاردة بيأكد على فكرة نحن شفنا في بعض الشهداء اللي زين تم تكريمهم هم ناس لسه استشهدوا من اشهر قليلة فده بيأكد على ان الدولة معاكم الدولة وقفة جنبكم الدولة تعترف بفضحياتكم نحن النهاردة كمان كمجتمع مدني لابد ان هو يكون كمان فيه نوع من ابراز التضحيات دي نوع من تتعمل عليها تركيز كل واحد في محيطه يتكلم على الدور الاجابي للشرطة لان للأسف الشديد بالله ان بعض الناس بتتعمد ان هم يتعرضوا للشرطة بشكل سيء لازم نقول ان كل التضحيات دي هي محل تقدير في قلوبنا وفي عقولنا وفي عقول كل وطني يعني مدرك اهمية بقاء هذه الدولة ويا رب بإذن الله ان شاء الله يعني كل الخير لابطال مصر اشتهداء سواء في الجيش الباسع العظيم او حتى في الشرطة المدنية ويا رب بإذن الله ان شاء الله ليهم كل الرحمة وكل المغفرة ويا رب كمان بإذن الله ان شاء الله لأهليهم الصبر والسلوان ويلحقنا بهم بإذن الله ان شاء الله على خير يعني يكون موعدنا بإذن الله ان شاء الله في جنة الخلط معهم بالتأكيد أستاذ محمود بدوي رئيس جمعية حقوق الإنسان أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وأعود إلى سيادة اللواء مجدي البسيوني يعني سيادة اللواء هناك فعل يتم كل شهيد يتم ترقيته إلى الرتبة التالية هذا معمول به في القوات المسلحة وفي الشرطة إلى أي مدى تؤثر هذه الترقية في معنويات أسرة الشهيد وعائدها أيضا ما هو وهل هو كيف أم قد يكون هناك تطوير أو قد تكون هناك إضافة على مثل هذا العمل اسمح لي يعني برضو أنا عاوز أضيف حاجة تفضل مين اللي بيتأزم أوي أوي من النفقد الفقد يا فقد الابن صحيح الصفل القب يتماسك الزوجة برضو عندها المقدرة في التماسك الأم يا فقد الصفل الصفل ده هيروح المدرسة مفيش هنا كلمة بابا اتحرم من كلمة بابا وفي الوقت نفسه راح المدرسة لقى ده أبو بيتأل عليه وهو إلى أخرف وهو فقد هذا هذا الصفل يا سيد الصابد أنا بسأل سؤال الحقه فين في المدرسة لما يلاقي الحنوة لما يلاقي الأبوة من مدير المدرسة أنا قلت إيه أنا قلت التقريم ليش الرئيس خدوا من الرئيس وامتشروا به القدوة بتاعتنا رئيس الدولة خدوا منه هذا النموذج لما الناظر النهاردة في المدرسة في الأرياف في مختلف أنحاء مصر ويكون فيه أسماء لأولاد الشهداء والناظر يكيبه كده تعالى حبيبي إزاي يكعيد إيه ويكرمه ودايما يوليه الوضع هنا هيحس أنا فقدت أرض لقيت كذا أرض لقيت أرض في المحافظة وتوضع لوحة شرف في المدرسة بالأباء الشهداء بالتأكيد طبعا أمر معائد تأكيد عارف أنا أقول لحضرتك على حاجة تفضل فإنه ده لو طفل كده لو ناظر أنا بأخذ ليه طفل لأنه ده اللي بركز عليه هو ده الوجيعة اللي بتشوفه ده لو تصور مع الناظر تعالي يا ابني تعالي هل ما صورنا مع بعض كده الله الطفل هنا أنت بتسعدهم معنويا أنت بتنسيه بتنسيه أنه فقد أبوه فعلا الكلام ده والله تاير روشدة لو عملناها بإيمان مش بمنظرة بإيمان صادق بفاعلية مش هنرجع لابوه لكن هنعوضه صحيح صحيح يعمم هذا المقترح بكل تأكيد سيدة لواء لابد أن يعمم على كافة مؤسسات الدولة وقطاع الخاص أيضا على مستوى المجتمع المدني بشكل عام عموما سيدة لواء مجدي البسوني الخبير الأمني أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة كنت معنا عبر الهاتف وانضم إلينا مشاهدين على الهاتف الدكتور إسلام عبد الرشيد أخصائي الصحة النفسية يعني دكتور إسلام بعد التحية من الناحية النفسية كيف يستطيع أو تستطيع الدولة والمجتمع معا دعم أسر الشهداء دعما مستمرا دعما لا يتوقف فقط على مناسبة أو ظرف محدد السلام عليكم الأول ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله يحفظ مصر ويعني أعباد الشهداء يقل طول الوقت وإحنا يعني مضطرين إحنا يعني نسلك هذا المسلك وكنا ندمانا لم يكن شهيد واحد في مصر لكن يعني كتب الله علينا هذا فنسأل الله صبر ورسلوان لجميع الشهداء لأهليهم جميعا ويحفظ زويهم جميعا بإذن الله بإذن الله الجزئية الأولى إحنا بنتوجه دائما للدعم المادي ودايما بنرفع الجزء كبير من الدعم المعنوي غالبية الشهداء على الأقصد الشهداء الجيش والشرطة ما بيكونوش محتاجين الدعم المادي بقدر احتياجهم للدعم المعنوي لأن الدعم المعنوي في حياة أسرة الشهيد هي اللي بتجعلهم يشعروا بأن فقيدهم كان له قيمة وفقد في شيء ذا قيمة وبالتالي شعورهم النفسي على الأقص يفضلوا محافظين على نفس الروح ونفس الأداء ونفس التماسك طيلة الوقت الدولة بدورها المفروض تقوم بعملية رعاية مجتمعية شاملة لأسر الشهداء على سبيل المثال لو أنا سألت المجتمع المصري اليوم عن شهداء مر عليهم سنتين أو ثلاث سنوات من الآن لن يتذكر أحد أسمائهم إلا لكن هو على مستوى المجتمع لكن الدولة بكل تأكيد تحفظ للشهداء حقوقهم لكن نحن نريد أن ننقل موضوع الدعم المعنوي منك مجتمع مدني دكتور أنا سأقول نقل إجراء الدولة رعاية الدولة من الإجراء المادي للإجراء المعنوي على سبيل المثال تأسيس لجنة رعاية نفسية لأسر الشهداء الفكرة في فكرة الاستشهاد أن الشهيد أهله بعض من أهله ومش الجميع طبعا ومش كل الشهداء بعض الأسر بتعاني من اضطراب صدمي بنطلق عليه من الناحية النفسية البيتي الدي أو اضطراب ما بعد الصدمة الأطفال الأمهات أمهات الشهيد وأطفال الأطفال الصغار البنات الغير قادرين على تحمل الصدمة بيصابوا بالضطراب ما بعد الصدمة وبالتالي مفيش لجنة نفسية مختصة لتشخيص هذا الاضطراب وتشخيص دركته وحدته واستمراريته فبالتالي لازم يكون عندنا لجنة متابعة وإحنا نعرف أنه مجلس القوم المرأة يستحدث لجنة لمتابعة أسر الشهداء صحيح لدمج أسر الشهداء في العمل المجتمعي نعم لكن إحنا محتاجين أن اللجنة دي تكون أكثر تخصصا ورعيا بما يحتاج بما تحتاجه أسر الشهداء من دعم نفسي حقيقي من منهم يعاني من ابتراب من منهم لم يتقبل الصدمة إلى الآن من منهم لديه أطفال من منهم من منهم يشعر بالوحدة بالوحدة النفسية من منهم يشعر بالضعف كل هذه الأعراض بدوء الزخم العام اللي بيعد ما بنقدرش إحنا نغوص بالتفاصيل صحيح هي مسألة علمية بحتة دكتور عموما ولكن هذا المقترح بكل تأكيد هو هام وربما بكل تأكيد يتم إدراجه في كثير من المؤسسات الحكومية وأيضا كما أوضحت سيداتكم في المجلس قومي المرأة الذي أوجد لجنة لأسر الشهداء لدمجهن النساء تحديدا في العمل المجتمعي عموما دكتور إسلام عبد الرشيد أخصائي الصحة النفسية أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة ومشاهدين الكرام ننتظر ونتلقى كافة المقترحات التي تبرز أوجه الدعم المعنوي لأسر الشهداء الجيش والشرطة وعود إلى زميله محمد عبد الحكم للتعرف على المزيد من الأراء التي وصلتك محمد إليك بالفعل محمد سليمان هناك الكثير من التعليقات حول موضوع اليوم البداية معك وعب الإبراهيمي تقول يكون دعم ورعاية أسر شهداء الجيش والشرطة بإنشاء هيئة خاصة بهم يتقدم إليها من يحتاج للدعم سواء كان دعم مادي أو معنوي وتكون تلك الهيئة هي مسؤولة عن التواصل معهم والاحتفال معهم في الأعياد الرسمية والمناسبات وأن يظل عملها معهم دوما لأننا للأسف بمرر الوقت ننسى تكريم أسر شهداء الشرطة والجيش والدولة مشكورة دائما ترسل أبناء الشهداء وأمواتهم لأداء العمر وذلك يخفف كثيرا من الألم النفسي محمد العريش مشارك آخر يقول الحقيقة بما أن شهداء الشرطة والجيش قدموا أروحهم فداء للمواطنين وللحفاظ على الدولة واستقرارها فأقل ما يمكن تقديم لهم هو أن يعفى أبناءهم من المصرفات المدرسية سواء مدرس حقومية أو خاصة استخراج كرني الأسرة لركوب جميع المواصلات سواء قطرات أو مترو أو أوتوبيسات مجانا يكون لأبنائهم الأولوية في الوظائف الحقومية أن تتكفل الدولة بتوفير سكن مناسب استخراج كرني لمن يسمح لهم بدخول جميع النوادي مجانا ورعاية الدولة الصحية المجانية في مستشفيات الجيش والشرطة عواد عرابي مشارك آخر يتم دعم رعاية أسر شهداء الجيش والشرطة عن طريق مؤسسات الدولة أولا بتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية سكنية وتعلمية وصحية ومعيشية وغيرها لأن من ضح بدم فداء لهذا الوطن حيث يكون حتما على الدولة الكفالة ورد الجميل تجاه أسر وأبناء الشهداء ثانيا يمكن أيضا رعاية والدعم من قبل المجتمع المدني بمساندة أسر الشهداء باحتوائهم واحترامهم وتقديرهم وعلو همتهم وتشجيعهم ومساعدتهم ومد يد العون محمد حبيش شهداء الجيش والشرطة المصابين بفضلهم يعيش المصري في وطن آمن مستقر بل تلجأ الشعوب الأخرى إلى مصر لكي تحصلوا على الأمن والاستقرار يجب أن يحصل كل شهيد أو مصاب على كل المزايا التي كان يحصل عليها قبل استشهاده أو صبتي حتى يخرج معاشا ويجب على رواتب الشعب على كل الشعب المصري أن يجعل دعم الشهداء والمصابين من ضمن ميزانية الدولة بالإضافة إلى إدخال قيمة كل التعويضات والغرامات والمصادرات التي تصدرها المحاكم في صندوق خاص لأسر الشهداء والمصابين أخيرا عزت يقول أسر الشهداء يحتاجون الدعم والمودة والتقدير لأنهم ربوا وعلموا وإخرجوا أبطال ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل أن يعيش هذا الوطن في أمان وسلام لا مانع من مساعدة أسر شهيد بمشروع أو ما شبه ذلك لكن ذكرهم والدعاء لهم سيكون مصدر فرحة وسعادة لهم فتحية حب وتقدير واحترام لكل أسرة شهيد إذن محمد سليمان هذه أغلب التعليقات التي وصلت إلي أنتقل إليك مرة أخرى لكي تستكمل اتصالتك الهاتفية شكرا محمد وشكرا لمشاهدين الكرام على هذه المقترحات كلها الحقيقة أوجه من أوجه الدعم المادي هناك مقترحات عظيمة جدا مسألة تخصيص كرني باسم كرني الأسرة لوسائل المواصلات للجامعات للمدارس مسألة التخفيض وعملية رفع المصروفات والأعباء المادية عن كاه الأسر الشهداء أيضا مسألة دخول والتحاق بالنوادي التخصيص في الوظائف والتمييز كل هذه الأمور وكل هذه المقترحات مقدية قد تخفف من ألام الفقد ولكنها في النهاية هي مجرد اعتراف مجتمعي ومؤسسي من الدولة بما قدموا هؤلاء من أجل هذا الوطن دعونا مشاهدين نعود إلى المداخلات الهاتفية وسيكون مع الهاتف الدكتور طارق عمارة عميد معهد خدمة اجتماعية والدكتور محسن الفحام خبير إدارة الأزمات أبدأ مع الدكتور طارق يعني الدكتور طارق بعد التحية مستغرب أن أبناء الشهداء أو أخوتهم يصرون عند التكريم أو نلحظ أنهم يصرون على مواصلة العطاء للدولة في كل مناسبة وفي كل محفل يؤكدون أنهم أيضا سيضحون من أجل هذا الوطن يعني تفسير هذا الموقف يعني وتفسير هذا الإصرار نحن نوجه التحية والتقدير لكل الشهداء مصر والمصابين أنهم أقدموا أرواحهم فداء للوطن وبمناسبة عيد الشرطة كل سنة المطبيبين لستاذ الزباط وقيادات الشرطة والأفراد والموضوع اللي بتناوله النهاردة حضرتك موضوع في غاية الأهمية محفلين كثيرا من هذه القناة المضطرمة أعز أكد في البداية أنه أولاد وحنا 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 حدث بيش حالة وحاسس بيهم كويس وأنا متابع الحلقة من بدايتها الموضوع بيمثل مشاعر والوقدان من مصر الكل مصري صحيح الحقيقة أنه ابن الشهيد فعلا كأنه ورث من والده ومن أسرته هذا المراث وهي بيستشعر هذه القيمة وهذه العظمة عشان كده بأكد أنه أسر الشهداء وأولادهم يحتاجوا لأوجه كثيرة من الرعاية مش المادية زيما للضيوف السابقين أكتر منها رعاية معنوية واجتماعية وأدبية في شكلها الاجتماعي في شكلها النفسي في شكلها التعليمي في شكلها الصحي منظومة متكاملة على مستوى المجتمع يعني سبيل المسال يا دكتور يعني المزيد من التوضيح لآليات هذه الرعاية المعنوية وكيف تلزم مؤسسات الدولة وتلزم مؤسسات المجتمع المدينة أيضا بهذا الشكل من أشكال الرعاية المستمرة يعني التضحية مستمرة ومن ثم لابد أن تستمر الرعاية الآليات أنا سعيد بكلمة الآليات حضرتك لأنه ده الأهم عندنا إحنا ما يأتي رأس الدولة وهو في قامة الرئيس عرفتاح السيسي في كل مناسات أوسر الشهاداء وأولادهم وبناتهم بهذا الشكل بيوفر رسالة المفروض لكل منظمات المجتمع سواء في شكلها الحكومي زمال سيادة اللواء البسيوني من قبل أستاذ المحافظين رؤساء المدن رؤساء الكرة قيارات التنفيذية كلهم في موقعه يجب المدير الساعة لا توصل بشكل مباشر مش شرط قرار رئاسي أو حكومي يصدر يبقى شعور وطني لدى كل قرارات التنفيذية إحنا بننسى يا دكتور إحنا بننسى يعني مع كثرة الأحداث أحداث المتلاحقة بيحصل عملية منها السهو فبيندمج بوصر الشهيد وانا اعتقد حضرتك انه في سادة محافظين فعلا زي كفر الشيخ حريص جدا على انه اتواصل على سبيل المسال وانا ابني وانا بقى كفر الشيخ ومتابع باستمرار فكرة ايضا مش عايزة منسابات بس انا عايزة يومي في المدارس في الشباب والرياضة في الصحة منقطاعات الدولة المختلفة ايضا الشيخ التاني والمهم مؤسسات المجتمع المدني كلها ان يكون من ضمن اهدافها الاساسية خدمة وتوجيه اوجه الرعاية المختلفة ليه واسر الشهداء ايضا ايضا انا عارض ما يابني ابن شهيد ده ده فوق راسي ايضا بقلمح لنقطة اخيرة كليات ومعايد الخدمة الاجتماعية على استعداد كامل ومن ضمن معايد العايد الخدمة الاجتماعية في الشيخ ان نقدم الدعم الاجتماعي والنفسي اه لأسر الشهداء بقاعد ان شاء الله من هذه الحلقة من خلال تواصل مع الزملاء ومدار الكليات والمعايد في مصر الخدمة الاجتماعية وتمنى ان يحزوا هذا الحنز كليات التربية والاداة بقسم علم النافس والاجتماع وغيره لانه ده دور مهم جدا بالتأكيد يا دكتور بالتأكيد بالتأكيد وصلت لسانة دكتور طارق وانا شكرك على هذا الشكل من اشكال الدعم وانا تمنى ان يتحول الى شبه الزامي هذا الشكل من اشكال الدعم ويعمم على مختلف الكليات والمعاهد ليس الخدمة الاجتماعية فقط وانما مختلف الكليات والتخصصات اشكرك دكتور طارق عمارة عميد معهد خدمة اجتماعية كنت معنا عبر الهاتف وازهب الان الى الدكتور محسن البحام خبير ادارة الازمات يعني دكتور محسن بعد التحية نحن بصدد عرض المقترحات والاليات التي يمكن ان تطبق على ارض الواقع لدعم اسر شهداء القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين ضحوا بما ضمن ابقاء هذا الوطن طبعا في الاول طبعا كل سنة ومصر كلها طيبة ابو مرسد جادش عباك بخير انا شفت التوكبة من اللوف اللي حدثت يعني احسنت اختيارهم وكلهم اللي هتكلموا في كل المجالات اللي الواحد يعني كان بيفكر ان هو يتكلم فيها سواء على المستوى الامني او على المستوى الاجتماعي او على المستوى الانساني متاخدش ان انا اقدر مضيف حاجة طبعا زي الساب بيوف حتى المداخلات اللي هي على شفاكات التواصل الاجتماعي طبعا كلها افكار ايجابية وافكار الحقيقة جزيرة بالاهتمام ولكن خليني اطرح فكرة يمكن ما تكونش بسيرة المعارضة فتعلق بمن يتوفق اثناء عمله يعني الضابط اللي يتوفق اثناء عمله يعني انا اعلم ان هناك الضباط وهم عادين على مكتبهم بيرتوفوا اه اتمنى او كنت اتمنى ان اه اه الناس دي اه انا باعتبرها الشهداء ايضا يعني انا شايف ان الشهيد ما هواش اللي بيتقتل في ميدان المكافحة الارهاب او ما هذا برضو اه مجال عمل بيغتيه اه يعني الحقيقة انا انا بقى من خلال برنامج حاجبه او ناشد ان من يتوفق اثناء او صار بعمله اه حتى لو زي ما قلت الحدث مش في ميدان القتال انا بقى كبر ده شهيد وردتال من ضباط الكوات المسلحة والشرطة التحديد ان هم بكل تأكيد هم مشرشوا هداء في اي مكان وفي اي موقع ومنهم من اغتيلة عند بيته ومنهم من اغتيلة في الطريق يعني نعم يعني اتمنى ذلك الحقيقة اه ومن هذا المنطلق اتصور ان هذه الفئة الحقيقة اه يعني تندرج تحت الفئة الشهداء كمان حاجة انه اتمنى ان تكون هناك رابطة او جمعية اه موجودة اه لغسر الشهداء يعني انا اعرف ان فيه تجمع اعرف ان فيه اهتمام من جانب ادارة العلاقات الانسانية في التخلية واشيئن معناها لغسر الشهداء ولكن لما تكون فيه ربطة او فيه جمعية موجودة لها اه كان مؤسسي اه لها طلبات فيه خلال السنة كلها يعني مش افتكرها اه هي 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 المقترح وصل ولكن العفن الوقت يدامنا هي اه بكل تأكيد الجمعية سيكون لها دور هام لانها متخصصة او محددة وطرع اسر الشهداء سواء من قوات المسلحة او من رجال الشرطة اه كل التحية اشكرك دكتور محسن الفحام خبير ادارة الازمات كنت معنا عبر الهاتف مشاهدين الكرام كل التحية والتقدير والاحترام لرجال قوات المسلحة ورجال الشرطة على كل ما قدموه على كل ما يقدموه حتى يستمر وابقى هذا الوطن فهم فعملهم مرتبط بمسألة وجود سواء لنا او لهذه الارض التي امنها الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الرجال وهم خير جند الارض مشاهدين قبل ان اترككم دعوني اعرض عليكم سؤال حلقة الغد وهو كيف يسهم اقامة معرض الكتاب في اعلاء قيم الثقافة والاطلاع اعرض على حضرتكم السؤال مرة اخرى حتى اتصلنا المشاركات المتعددة كيف يسهم اقامة معرض الكتاب في اعلاء قيم الثقافة والاطلاع كانت حلقة اليوم من اجل دعم وتقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء رحم الله شهداءنا والهم ذويهم الصبر والسلوان نراكم على خير وفرق عمل اخر غدا ان شاء الله